عمليات مسح شامل تشرع فيها فرق الرصد داخل مدينة جادو بعد ازدياد حالة الإصابة في عموم البلاد وظهور حالة في بعض مناطق الجبل بدأت بأخذ مسحات أنفية للعائدين من الخارج والقادمين من مدن الجنوب بالنسبة لبرنامج السواب طبعا في حدود 30-35 عينة بالنسبة للمسح العشوائي اللي هو تبع الربط دست هذا 300 عينة مخصصة لبلدية جادو 50 عينة منهم درناهم لقطاع الصحة وخدمناهم اليومين اللي فاتوا والحمد لله كانت نتيجهم كويسة وانبعتت للمركز وعندنا بعد المرحلة الثانية اللي هي مستهدفة بينها المحلات التجارية والأماكن المزدحمة وتمنا الحمد لله المرحلة الثانية واخدنا منهم عينات اللي هم 50 عينة وحاليا نحن نتوبادين بالمسح العشوائي للأسر واللي هو موزع لمحلات جادو الـ 14 المحلة تلت تلك الخطوة مرحلة المسح العشوائي للمواطنين في جادو الذين رحبوا بهذا الإجراء منشدين وزارة الصحة بتجهيز عدد أكبر من العينات المخصصة للمدينة المتكونة من 14 محلة مطالبين في الوقت ذاته بتوفير جهاز البي سي آر الذي لازال غير متاح في منطقة جبل نفوسة حتى اللحظة نحن كمواطنين طبعا مسرورين بهذا الإجراء طبعا إجراء ممتاز وإجراء يعتبر وقائي بالدرجة الأولى ولكن العينة 300 عينة على مستوى جادو المفروض تكون أكثر كم بدنا تكون حتى توصل حتى الألف لكي تكون نتائج دقيقة ونتائج إيجابية عمل متواصل وجهود مكثفة تقوم بها فرق الرصد والتقص بجادو بكافة الإمكانية المتاحة سعيا منها لإبعاد شبح انتشار الفيروس داخل المدينة